ما تقييمك بالنسبة للمستوى الشفافية الافصاح بالنسبة لسناديق الاستثمار العقاري؟ بشكل عام جيد يعني ليس المأمول بطبيعة الحال فيه إشكاليات كثيرة منها فيما يخص يعني التقارير السنوية مثلا المالية المدققة غير متوفرة في جميع الصناديق لكن متوفرة فيه فما تقدر تقول فهذا يدل على أنه فيه ضعف في المراقبة هو فرض بعض الأنظمة وهذا يعني شيء يقدح في الشفافية أيضا هناك يعني فيه إشكالية مثلا فيه قرارات الصندوق قرار الصندوق يحتاج إلى أغلبية أو حضور 25% فقط من الملاك أو الوحدات وفي حال لم يحضروا في الاجتماع الأول بعد خمس أيام أي عدد يسمح لمدير الصندوق بإصدار أي قرار فهنا فيه إشكالية أيضا يعني حجم الصندوق عدد المشتركين أسماء مجلس الإدارة كل هالمعلومات موجودة لكن إنها يعني ماهب ماهل كل الصناديق أيضا في بعض الصناديق لا يتواجد فيها مثل هالمعلومات هذه فإشكالياتنا ماهب في النظام ولكن في فرضه والالتزام فيه